بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم تلاميذ الصف الاول الاتدائي اهلا بكم في قناة انجليزي اتدائي مع مسهناء السمال النهاردة ان شاء الله وصلنا لاخر حاجة في اليونت بتاعتنا اليونت تلاتة اليونت ثري عندنا ايه واردشيت واردشيت اللي احنا عارفنا خلاص هي عبارة عن ايه ورقة عمل ورقة عمل دي احنا بنقيم فيها نفسنا بنفسنا احنا اللي بندي لنفسنا نجمي عسى بالاجابات اللي احنا بنعملها طيب عندنا هنا نومبر وان كلام ده موجود معانا في كتاب الاضواء كتاب جيم على صفحة ستة وتسعين صفحة ستة وتسعين اول حاجة نومبر وان استمع وضع دائرة طيب نشوف هنا عندنا صورة والصورة دي في تحتها كلمتان انا هقول واحدة منهم وانت تعرف ان هي واحدة وتحط عليها دايرة يعني انا هقول على الصورة دي رولر رولر فين رولر لازم نعمل ايه نجيب القلم علشان نحط دايرة على رولر هادي رولر مصدرة طيب الصورة هنا التانية اعبارة عن ايه باغ 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 فين باغ ايه دي باغ حقيبة اما دي احنا هنقول ايه هنا في نومبر ثري هنقول شاربينر 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 فين شاربينر دي ولا دي طبعا دي كلنا مذكرين يا ميس وعارفين ان دي هي شاربينر بنسل كيس بنسل كيس بنسل كيس فينها ادي بنسل كيس اللي هي ايه مقلامة لكن دي بنسل بس بنسل لهو قلم رصاص احنا عارفين كويس بس الفرق بين بنسل كيس وتنسل بس نومبر تو هنا لسن ان كومبليت استمع واكمل طيب هنا هنا بتسأل بتقول ايه واتس ايه عشان نسأل عن حاجة فاكرين قلنا هنقول ايه قلنا هنقول واتس زيس واتس زيس طيب محتاجين نكتب نكتب ايه زيس هادي زيس يعني ايه واتس زيس ما هذا اكي طيب اميرة بترد بتقول اتس ا طبعا احنا شايفين هنا مسكة ايه مسكة فانسل كيس يبقى اميرة هترد وتقول اتس ا فانسل كيس هادي بنسل كيس بنسل كيس اللي هي ايه مقلامة طيب هنا نشوف نومبر ثري في فقرة ريدنج القراءة read and put اقرأ وضع right or wrong ايه متصح او بطا طيب هنا نومبر وان صورة دي صورة ايه it's a pen الجملة بتقول it's a pen هل ده pin ها مين يعرف طبعا ده pin يبقى نضع هنا علامة صح صح يعني ايه right اوكي طيب نشوف هنا نومبر تو بيقول ايه i can see five balls i انا can استطيع see ارى five مين يعرف five five اللي هو رقم خمسة balls اللي هي كرات يعني الجملة بتقول انا استطيع ان ارى خمس كرات هل دول خمس كرات لا دول four four يبقى احنا هنعمل هنا ايه wrong نشوف نومبر ثري هنا هادي الصورة طيب والجملة بتقول ايه it's a pencil case it's a pencil case هل ده a pencil case لأ طبع ده مش pencil case ده pencil بس ده قلم رصاص بس ما ينفعش نقول عليه a pencil case لاني a pencil case دي معناها مقلامة طيب نشوف هنا نومبر four دول ايه bags طب كم واحدة one two three طب نشوف الجمل i can see three bags خلاص احنا عرفنا i انا can استطيع see ارى three 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 اللي هو رقم كام ثلاثة bags حقائب طيب هل دول ثلاثة ايوة احنا احنا عدناهم يا miss ثلاثة three يبقى نعمل هنا ايه write write يعني صح نشوف بعد كده صفحة 97 فيها ايه فيها writing كتابة number one number four number four بيقول ايه look and write انظروا اقطب the missing letters الحروف الناقصة يعني في قدامنا صورة والصورة تحتها الكلمة بتاعتها لكن نقصة فيها حروف دي ايه لون ده لون ايه لون red red يعني ايه احمر يبقى احنا محتاجين نكتب الحرف الناقص ايه هو هو حرف الر تبقى ايه red طيب الولد ده عرفنا ان هو اسمه ايه peter peter طالما قلنا p peter يبقى حرف p طيب بعد كده عندنا مين كمان في عندنا ايه صورة ايه دي pen pen تبدأ برضو بحرف p تبقى pen يعني قلم جاف طيب البنوتة دي كان اسمها ايه فاكرين كان اسمها رشا رشا يبقى تبدأ بحرف الر بس هي علشان اسم شخص هنعمله بحرف r capital زي بيتر برضو هنعمله حرف capital هادي p peter يبقى اسماء الاشخاص هنتبدأ بحرف capital peter ورشا نمبر فايف بتقول look انظر read اقرأ and complete واتمالي طيب في هنا عندنا اربع كلمات اللي هما باللون الاحمر ده عندنا rulers rulers اللي هو جامعة مسطرة مساطر عندنا this this يعني هذا عندنا sharpener 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 اللي هي ايه براية وits اللي احنا هنبدأ بيها ايه الجملة انه كزا طيب هنا اول حاجة الصورة دي هنا بتقول ايه what's لما بنيجي نسأل بنقول ما هذا بنقول ايه what's ايه what's this small ادي this what's this ما هذا طيب هنا number two عندنا ايه دول دول rulers يعني مساطر يبقى ايه تاستطيع انقرأ four ايه four rulers نكتب هنا ايه rulers ادي rulers يعني ما اساطر طيب هنا number three عندنا ايه ده the pencil نقول ايه ادي كلمة a pencil موجودة عندنا يبقى المفروض نقول ايه it's a pencil يبقى نكتب هنا it's a pencil هذه اتس افانسل موجود عندل في نمبر فور هنا ايه ده اشاربنر اتس اشاربنر يبقى المفروض نكتب هنا ايه نكتب شاربنر هذه شارب هذه شاربنر برعية دي ايه شاربنر اتس اشاربنر برعية طيب هنا نقصة حارف ار شاربنر برعية طيب عندنا هنا تتبع نقاط وانسخ الجملة بتقول ايه يعني حقيباتي المدرسية لونها ايه احمر طيب هنمشي على النقاط دي زي ما اتفقنا نكتب بخط جميل والجملة دي كده خلص التقييم الذاتي بتاعنا ده جه وقتك انت تحسب لنفسك النجوم اللي انت اخدتها وتقيم نفسك بنفسك هل هتاخد جود ولا باري جود ولا اكسلنت ان شاء الله كلنا ناخد اكسلنت عشان كلنا شطة كده وصلنا لصفحة 97 كده خلصت الحلقة وخلصت الوحدة بتاعتنا نلقاكم على كده ان شاء الله في بداية وحدة جديدة تابعونا على قناة انجليز زيت داي مع مسانا السمان والسلام عليكم ورحمة الله